بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة في حضرتنا اليوم إن شاء الله عن Enzymes and Fish Processing وهي الجزء الأول من هذه المحاضرة وهي الأنزيمات في معالجة الأسماك أو استخدامها في معالجة الأسماك أو منتجات الأسماك بشكل عام السمك بيكون بالأساس من حوالي خمسين في المئة من العضلات بيجيب عاديها اللي هو كمية أكبر اللي هي الرأس 18% الباكبون العظام في السمك حوالي 10% القطوف اللي هي الأجزاء اللي بتتقطع من السمك حوالي 10% الفيسرة الأمعاء والأشياء اللي في داخل السمك حوالي 7% والجلد حوالي 6% الأسماك تستخدم لإنتاج المواد الغذائية اللي بشكل أساسي هي الفيش برودكت وأساساً جاية من العضلات لكن أيضاً في أشياء أخرى تستخدم زي مثلاً الرأس الرأس يستخدم بشكل عام في الصناعات الغذائية لإنتاج البروتينات الهايدرو ليسيت أو اللي هو بيو أف إي اللي هي بولي أنساتشوريتيد فاتي أساسي استخلاصها من الرأس أيضاً يستخدم الكبد من السمك لإنتاج الزيوت الأسماك أو بيعرف أيضاً مواد أخرى زي الفود سابليمينز الفيسرة الأحشاء الموجودة داخل السمكة أمعها إلى آخره يستخدم لإنتاج بروتين وبيبتايت أيضاً الجلد يستخدم لإنتاج مادة الكولوجين أو الجيلاتين القشور تستخدم لإنتاج الكرياتين والكوتين والفارماستيكال برودكت اللي هي المنتجات الصيدلة أيضاً صيدلانية الأنمال الفن اللي هي دايل السمكة يستخدم لإنتاج المواد الغذائية للحيوانات الأخرى وأيضاً كنوع من الطاقة للمواد هذه يعني بشكل آخر مش فقط السمكة هو للإنتاج مكون واحد من المنتجات الغذائية لكن أكثر وأنا أعرف أنه في يعني يعني مصانع كبيرة المصانع الكبيرة في الأسماك بينتج عنها ما يعرف بالبيبروتكت البيبروتكت أيضاً هي مخلفات السمك فالمخلفات السمك تنتج منها مواد أخرى كثير زي ما نحن ملاحظين وهذا الآن بشكل عام زي ما تشايفين في عنا مصانع لتصني الأسماك في عنا ناس حرفين لإنتاج الأسماك بدخان أسماك الآخر معلّب الآخرى لكن هذا اليوم بهمناش نحن نركز على استخدام الأنزيمات في معالجة الأسماك وهذا الجزء الأول المحاضرة الأولى من ناحية موجود في الصناعات الغذائية بالخصص الأسماك بسبب زيادة إنتاج الحوم الأسماك تسهيل عملية المعالجة للأسماك وإنتاج المواد من الأسماك تؤمره زي تحسين جودة المنتج السمك عدد أنزيمات تستخدم في إنتاج اللي هي لزيادة نجاعة الإنتاج خصوص الأنزيمات تستخدم في الصناعة تستخدم في مساعدة في معالجة منتجات الأسماك من الأنزيمات هذه اللي احنا بنعرفها إن شاء الله وحكينا عليها قبل هيك اللي هو البروتيازيز اللي هو البروتيازيز اللي هو الأنزيمات البروتيازيز اللي هي علاقة بالنمو الكائنات الحية ومقاومتها وتباتها تكسير اللي هو البروتينات اللي أحماض أمنية أو البيبتيات هي بواسط البروتيازيز البروتيازيز من أنيمال بلانت أنيمال وميكروزم تعتبر أنزيمات اللي هي وظائف عديدة كتاليزة المنعرف أن البروتيازيز بحط anting 종it can be classified on the basis of their similarity to well characterized the PTIs as The enzymes a time Our البروتيازيز تصنف على اساس اللي هي التشابه في عمل او في شكل اللي هي الانزيمات البروتياز. از تربسين كيموتربسين كايموسين اللي احنا نعرفه اللي هو الرينيت. او كتابسين لايك. they may be classified on the basis of pH. sensitivity كمان. الانزيمات تصنف على اساس ال pH. هل هو acid او neutral او alkaline proteases. they are also characterized by common name and the trade name. and preferably specificity and response to inhibitor. طبعا التصنيف كما نادر ممكن يكون لها اسماء عادية واسماء صناعية وكمان وممكن نصنفها على اساس الانهيبتور اللي هي اللي بتطبطات الانزيمات الخاصة فيها. an AC system for enzyme nemyclature or proteases. اللي هي بتكسر الببتيدات belong to subclass 3-4 which further divided into. زي ما احنا بنعرف انه اللي هو ثلاثة اربعة واحد عشر تلاتة اربعة واحد عشرين تقرى اربعة وعشرين the endo peptidases or proteinases. endo peptidases cleaved hydrolytic chain that particular is distributed along the chain. يعني مدامها عنده فعما هي بتكسر او بتفكي بتفكي اللي هي الروابط البيبتدية في داخل البروتين. اما الاكزوببتدية في هي hydrolyzed amino acid بسوء ان كان من الان ترميلا والسي ترميلا هي كاربو بيبتدية. كاربوكسي بيبتدية. الاكزوببتدية especially amino peptidases are ubiquitous. هي واسعة الانشار but less readily available as commercially products since many of them are intracellular or membrane. هي مش يعني تعتبر هي غير واسعة الانتشار لكن صعبة انها نعملها على شكل commercial product لانه هي بتعتبر من انزيمات اللي هي intracellular. فاستخلاصها بيكون صعبة شوية او وببرين. وذلك هي مش منتشرة بشكل تجاريك بير. based on the nature of the hydrolytic side these are further classified into categories acids or aspartate proteases serine proteases thiol or cystein proteases proteases or metalloproteinases. the enzymes in the different classes are differentially by various criteria such as the nature of the group. طبيعة اللي هي المجموعة in their catalytic site or active site. their substrate specificity. لهو تخصص اللي عن substrate معين. their response to inhibitor or their activity stability under acid or alkaline condition. حتى كمان احنا نستطيع نصنفهم على اساس هو مقاومة للحمودة او لا المادة القلوية في تصنيفات البروتياز. اكثر بهمنا اللي هو الابليكيشن او البروتيازيز. البروتيازيز زي ما تشافين تساعد في صناعات الاسماق. وبالتالي البروتيازيز are by far the most studied enzyme for industrial bioprocesses by processing. هي الانزيمات الاكثر دراسة في الصناعات للغذائية. for the fish fishery industry. في الصناعات للاسماق. these are used as processing aids. اللي هي ايش? تصنع او تستخدم في تسهيل عملية تصنيع المواد الغذائية من الاسماق. for many products. these include recovery of pigment and the flavoring compound. تستخدم في استخلاص الصبغات واستخلاص اللي هي اللكهات المواد اللي الهنكة. production of fish protein. hydro lysate. وهذا هنحكي عليها كمان في نهاية المحاضرة التانية ان شاء الله. آآ بسكوستي تستخدم في تقليل من اللي هي الكتلة اللي هي الكتلة اللي زوجة. زي ما انتم شايفين هنا تستخدم في ايش? في نسع الاسماق. أو ray processing اللي هي اللي احنا كلنا بنعرفها اللي هي نوع من انواع بيض السمك اللي هي تسمى بالكافيار. وهذه لوحدها صناعة كبيرة جداً في الدول الكبيرة اللي بتصنيع اللي عندها انهار وعندها اسماق بكميات كبيرة بصنع منها الكافيار. لو بدأتنا نحكي على النوع الاول اللي هو كاروتينوبروتين إكستراكشن اللي احنا بنعرفها مادة الكاروتينويد. الكاروتينويد هي صمغة. زي ما انتم شايفين الصمغات زي اتذكروا دائما البيتا كاروتين اللي هي اللون اللون الاصفر او اللون الاحمر. من يمتدها بي نيوز تو ريكوبر كاروتينويد او كاروتينوبروتين. فروم كراستاشن اللي هي مخلفات القشريات. القشريات هي النواع للمواد هذه اللي التمبري واللي اخرى من المواد هذه كلها هي اصناف هذه الليها قشور والتالي تستخدم العملية تتنزع صمغات هات صمغة الكاروتين من القشريات واست as potential source of red orange هي الاحمر البرتقالي for use for in feed for fired fish and fish shellfish. طبعا زي ما احنا زفيك وحدا بيعرف انه لطعام السمك حبيبات السمك لها لون احمر تقريبا. لون احمر هذا بيستخلصوا من مخلفات القشريات هذه بمساعدة الانزمات. extraction of shell waste with all reduces ash and the protein level and achieves a good recovery of pigment. تستخدم للي الانزمات في استخلاص الزيوت واستخلاص ايضا مادة الرماد والقياتين لالبيقمن سعيد. but this must suffer from suffer the disadvantage of yield of yielding with a product devoid of protein thereby decreasing the stability of carotenoid to extract oxidation and feeling to recover valuable and new trend. طبعا هانا زي ما حكينا من البداية انه هي shell waste مع الزيوت واسط استخدام الزيوت بيقلل من اللي هو الايرامات بيقلل من الكايتين اللي في استخدام لكن اذا احنا استخدمنا الانزمات حيكون في عندنا نتائج احسن. since about one third of the dry matter of a crustacean shell waste is the protein the enzymatic process has been developed to extract and recover the protein alone with carotenoid in its native carotenoid protein from crustacean waste. hybrotelitic enzymes were used to recover carotenoid protein from shrimp and the crab. الكرب كلها منعرفها اللي هي الجنبري والكابوري اللي احنا ما نقول عليها ومنقول عليها الجلمبات اللي حد فيه موسم بكم فيها اللي هي فهذه اللي ها قشور. القشور ها تستخدم لانتاج مادة اللي هي كاروتنور كاروتينو بروتين اللي هي زي مادة تحنا نعرفها أستى بكزانتين وبالتالي هذي مادة اللون عبوت 80 في المئة بروتين عن 90 في المئة او 30 sin من Hercaroteno biq meant from shrimp processing waste can be recovered as an aqus this version after trebcine hydrolysis بواسة اخزام الانزيم التربسين وبالتالي المادة هذي كل ما استخدمنا الانزيم في معالجتها وانتاجها ممكن نصلى حوالي تمانين في المية او تسعين في المية من اللي هو مادة الاستا اكزانتين اللي هي صفوات الاكزانتين اه كارتونو بروتين ركوبر فروم بلوستر لبوستر اه ويست لبوستر هو الكركانت اللي احنا منسيه اه منسميه الكركانت باي تربسين فروم بوفاين بنكرياس استخدام تربسين ومصدر اللي هو البوفاين البنكرياس اللي هو بنكرياس الابقار اه كارتينو بروتين ركوبر فروم بلاك بايقر شرمب ويست بايوزين تربسين فروم بلو اه فش طبعا احنا كمان مرة في عنا البلو فش هذي الاسماك اللونها ازرق موجود بكميات كبيرة كمان البتا كارتونو بروتين مستخدم او ينتج منها باستخدام التربسين او حتى من اللي هو اللي هو اللي اللي هو شرم بويست هاد هاد كونتنت اوف كياتين اند اش سي اللي هو اللي هي تابل هادي اللي نحكي عليها فاحنا لو اخدنا المنتجات كومبوزشين بيرسن دراي ويت في اخدنا الكروت اخدنا اللي هو الكروت فات اخدنا او الكياتين في سوء ان كانت في اللي هي الشرم واللي اللي لعننا الكنترول او اللي هو استخدمنا المواد هادي لانتاج البيتا كروتين وعطفنا عليها لتربسين هنا يعني المواد هادي كان النتائج هادي ظهرت عنا بالنسبة يعني الكنترول طبعا انتم عارفين كنترول صرنا احنا بنحكي على الكنترول بشكل عام بقوى الاستخلاص الطرق العادية الشرمب اه شل فيها حوالي نقول لنا التلاتين تلاتين في المية كروت بروتين طبعا لما نستخدم احنا بدون بدون الانزيمات نحصل على الطرق لاستخلاص البروتين بروتون الانزيمات نحصل على تسعة وخمسين يعني حوالي ستين ستين في المية بويس لكن ازا استعملنا بتربسين بنحصل لسبعين في المية وطبعا وهذه كمية لعشرة في مية مش قليلة وكمية كبيرة زي ما احنا نحظين الارقام من تلاتة في المية لاربعتعش لتسعتاش من تسعة وعشرين لسبعتعش لا 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 يعني في القاشز ما انتم عارفين القاشز اللي هي الرماد كل ما استخلصنا من المواد بقل منه ايش بقل للقاشز القيتين تلاتين لخمسة لحوالي واحدة دي كمان نفس التفسير ليش قلب باستخدام الانزيمات طبعا كمان من المنتجات التي تستخدم في صناعة الانزيمات بوصل الانزيمات اللي هي ما يعرف بالفيش سوس اللي هي صوس السمك في الشرق في جنوب شرق اسيا يستخدمه اللي هي صوس الصوس هذا مصنع من الاسماك الاسماك هذي بتصير لها عملية تخمير لو طويلة الاسماك هذي بعدها بتستخدم حتى احنا نميز او احنا نساعد في الصناعة نستخدم انزيمات حتى تقصير المدة الزمنية لانتاج للسوس فش سوس از كلير براون زي ما انتم شايفين لونه صافي لونه بني مالح طبعا اللي هو طعم وطعم السمك ايضا ده بروتك ديس بسيكلي ماد فروم مكشور فش سولت ويد حوالي تلاتة لواحد يعني تلاتة تلاتة كيلو سمك مع كيلو ملح مسلا يعني اه بتصير اللي اللي بيخر بيطرق المخلوط هذا زي سمك شاء الله لحوالي ست جهور عملية تخمير السمك مع الملح طبعا في الحالة هذي احنا بتنسوش انه السمك احنا زي ما بنعمل فسيخ مسلا اللي هو احنا بتتخلص من مية لكن هانا عملية بتظلها موجود ضل المي موجود بضل الملح موجود بتظلها مدة ست جهور بيحصل اللي هو في النهاية احنا بنحصل على اللي هو اللي هو الفيش صوص صوص السمك بالشكل هذا بعد ست جهور تلاتة لخمسة وثلاثين درجة for complete hydrolysis and flavor development during fermentation endogenous enzyme slowly degrade the fish tissue in presence of 20-30% salt to form a clear liquid with high content of free amino acid and excellent fever طبعا هنا في عملية التخمير هذي عملية الفرمنتاشن بتأدي لإطلاق الأحماض اللي من عشان هيك هو مشروب أو مادة مفيدة لأنه فيها أحماضة منه فيها بروتينات the fermentation which process until desired product is obtained is time consuming طبعا في الحال هذي احنا بنحك عن ست شهور والتالي العملية هذي في تستخدم الوقت required to reduce to aid the large storage capacity كمان بتحتاج لمكان تخزين كبير and therefore costly uh costly بتالي ايش مكلفة العملية هذي ست شهور تخميلة ست شهور وبالتالي مكلفة وبالتالي احنا ايش الحل to reduce بالتالي to reduce التقليل من التكلفة والتقليل من الوقت the solution is the solution is to accelerate the fermentation process وهنا بيجي دور الأنزيمات نحن نستخدم أنزيمات للتقليل من عملية من التكلفة ومن الوقت باستخدام الأنزيمات addition of exogenous proteases to ferment can accelerate the process طبعا احنا ازا اضفنا أنزيمات على العملية هذي على التخمير وممكن هيش نقلل من اللي هو اللي الوقت ونقلل من التكلفة فعندنا أنزيمات اللي هي أنزيمات مصدرها the plant enzyme which the first to be used هي استخدمها بشكل اساسي في البداية the papain احنا بنعرفه from an rib papaya the bromelain the bromelain the stem طبعا من the from fig have all have penis the 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 from fig the the these هؤلاء أنزيمات تكسر البروتينات في منطقة اللي فيها هاي سيستاين سل الحامض الأمين اللي هو فيه ثايولي جروب فش سوس ركوفاري وز اوبتين افتر 2-3 ويكس احضر الوقت اللي احنا حكينا عليه ست شهور بشكل الطبيعي تراديشنال بيستدعي تصغير العملية بست شهور قصة خلصناها من ست شهور لحوالي من اسبعين لثلاث أسابيع للنتج اللي هو اللي هي الفيش سوس اللي بنحكي عليها بس رزلت وير اوبتين يوزين براء برومالين برومالين اللي هي من الاناناس طبعاً اللي هو الانزيم هذا مصدره الاناناس والبرومالين اللي هو موجود في داخل حبة الاناناس برومالين موجود في الداخل يعني اذا خدنا اللوب بهذه اللي في الداخل تعرفوا الاناناس فيه له زي فيه في الداخل فيه زي الاستيم اللي هو الساق في الداخل موجود هنا هذا طبعاً له طعم امر اذا فيه هذا فيه واكله زمان طبعاً هو بيجينا معلب بيكون مستخلصين منه الجزء هذا ودينا الجزء الثاني من الفاكهة هذه ويشرك طعامها حلو طعامها لذيذ جداً لكن الجزء اللي في الداخل هذا اذا بتشوفوا حلقة الاناناس بتكون مفرغة من المنتصف هذه هي الاستيم هذي طعامها مور طبعاً شوي مش مناسب انها تضلها مع الاناناس وبالتالي بتخلصوا منها في الصناعة فهذه فيها الانزيمات كمان هذي تعتبر من الليش الاند برودكت او الويست برودكت لصناعين الاناناس طبعاً هذي مكون البرومالين اللي هي الانزيم موجود في المنطقة هذة فهذه ممكن نستعدي ونستخدمه مع الاسماك هذي او الاسماك اللي بنضيفها ونعملها عملية التخمير لانتاج اللي هي هي الانزيم كبيراً تم التخمير من التخمير ليتجربى من التخمير ونعملية التخمير من التخمير ونعملها في الفش سو اس طبعا احنا لو بدنا كمان اللي هو الفيش سوس برديرد فروم ساردين ويد سبليين سبليمنتاشن كونتين دي غريتر كومبونانت كونتينت أو توتال في النيتروجين لو طلعنا على الفيجر هذا اللي احنا موجود فينا وهنا استعمله اللي هي توتال نايتروجين كونتينت أو فيش سوس سامبل بروديوز فروم هي ايه الساردين استخدم الساردين في صناعة اللي هو الفيش سوس وهنا احنا استعملنا طبعا حسبنا الفيرمنتاشن تايم مع ليش مع النيتروجين أو العملية الفيرمنتاشن اللي حصلت عشان نعرفها منها اقول توتال نايتروجين كمياتنا اللي هي الاحماض الامنية تحررت يعني فاخدنا مصادر مصدر السبلين اللي هو التحال والتحال هذا من الأسماك من أسماك التونة زي ما احنا شايفين سيكي جيك سيكي جيك سيكي جيك لتونة سبلين سبلين ار عادت بلينز ان بير فوند فور اه وان هندرد ايتي ديز حوالي مية وتمانين يوم المية وتمانين يوم اللي هنا قديش اللي ست شهور ست شهور نشوف ايش اللي لانه احنا مية وتمانين يوم حتى نعرف تأثيرهم زي فاخدنا فاخدنا في التجربة هادي اخدنا اللي هو ما اخدناش سبلين هادي اللي جاي من التونة ما اخدناش بالمرة وشوفنا عملية كيف تحصل اخدنا عشرة في المية وخلطناها مع السردين وشوفنا كيف عملية تكوين اللي هو الفيش سوس وظلينا نستنى او عشرين في المية فهنا واضح جدا الفرق في اللي هو بعد ستين يوم ستين يوم يعني قديش يعني حوالي شهرين اللي هو شهرين يعني حوالي تمن اسابيع التمن اسابيع حصلنا على فرق كبير جدا في استخدام استخدام بدون استخدام طبعا احنا نلاحظ انه في النهاية بعد التمن شهور تقريبا النتائج كانت مشابهة لبعض هالبعض لكن احنا من ستين يوم لا مية وتمانين يوم يعني حوالي تلت 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 الوقت يعني من ست شهور لشهرين حوالي التلت تقريبا وبالتالي هدي كانت مضحة جدا انه المكونات السبلين او المواد الموجودة في السبلين من انزيمات ومن مواد اخرى ساعدت في عملية الفرمنتيشن واعطانا نتيجة مشابهة جدا لبعض سبلي بعد مية وتمانين يوم يعني من خلال ستين يوم احنا حصلنا على نتائج مشابهة للي منحصل عليها في مية وتمانين يوم عمانونيتروجين فرمالدهيد نيتروجين وامونيا نيتروجين ادان ضد دوست دود 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 سبلين ستبتían throughout the fermentation. Therefore, addition of spleen can accelerate the qualification of sardines for fish and sauce. هذه واضحة جدا للتجربة انه استخدام الانزيمات بساعد وبتقلل الوقت وبالتالي بتقلل التكلفة. طيبا في عنا حاجة اسمه ايضا سيفود فليوري. اللي هي نكات اللي هي المأكلات البحرية. Seafood in high demand for use in a product like artificial. Artificial crab and اللي هي fish sausage. طبعا فيه sausage مصنوع من الكرب من الجلمبات او من السمك اللي هي السوشل هذا. بروتوليتك انزيم can aid. بساعد في الانتاج extraction of flavor component from shell of and other material. بساعد هي الاستخلاص اللي هو النكهات من القشور هاي. تاست and folotide compound into shrimp head where we recover by enzymatic. طيشستن using source source of protease from aspergillus aurease or bacteria strain with high proteolysis اللي هو rates followed by concentration and separate drying. طبعا احنا ممكن نحصل على انزيمات البروتوليتك انزيم من اللي هي التحال او الفطريات الفطريات زي الاسبراجيلوس اوريازي او البكتيريا حتى. نستخلص البروتوليتك انزيم وناخدهم ونعملهم عملية تجفيف تركيز وعملية تجفيف بواسط زي ما احنا اخذنا في السابق. تسعة على اتناعش من الفئة 3-amino acid. اللي هي المانلي تاورين، ارجنين، غليسين، وبرولين. and you can see monophosphate as the major nucleotide. shrimp flavoring can be used as additive. shrimp flavoring اللي هي نكهة اللي هي الجنبري تستخدم في صناعة في مادة مضافة على ما يعرف سيريني بطعم الجنبري. طبعا سيريني احنا منعرفه شو هذا منتج منتج بكميات كبيرة في في العالم وهي تقريبا زي اصابع الكباب لكن مصنوعة من السمك وإلها اللون المغلة في اللون الاحمر هذا اللي هو جاي ايضا منها. ازا حبيتوا في نهاية المحاضرات اللي هذي فيها اللي هي تقريبا صناعة على هي كيف يتم صناعات سيريني وكنت تتفرج عليه ممكن ايش. مشوفوا لكن هي بمعنى صح هي منتج من منتجات الاسماك. طبعا هنا بستعملوا لحم السمك. لحم السمك بطحنوه. بطحنوه وبيع الجوب بيدونه بشكل ايش? بشكل مكونات تقريبا زي ما انتو شايفين ازي اصابع الكباب تقريبا لون هذا لون خارجي للتلوين ليلها والتغليف اللي ها بشكل عام. تستخدم الانزيمات تقريبا احنا احنا نطحن. نطحن بعدها احنا نعمل على شكل رقائق. رقائق هذه ممكن نجففها احنا وبالتالي ننتج منها السيريني. which allows separation of bone and shell and facilitate concentration to 50-60% dry matter. طبعا نزي ما حكينا لليقوتيز يستخدم لليقوتيز وعملية ايضا تركيز المواد. The degree of protein hydrosis is used to optimize the process with regard or to yield and of flavoring fermentation formation. enzyme all have also been used to recover flavor from westerns اللي هي من كمان حتى من المحار. فهذه اطفيلها طعم كتير سمك او محار او الى اخره من المنتجات الاخرى. السلينة هنحكي عليه كمان مرة في ان شاء الله في المحاضرة القادمة الخاصة الجزء التاني من المحاضرة الخاصة بين fish processing industry او الانزيمات and fish processing. شكرا انكم ان شاء الله من التابع.